بعد أربع سنوات على تولي الحكومة لمهمها ولم يلمس المواطن أي اهتمام حكومي بإيجاد حلول للمشاكل التي يعاني منها العراقيون ومع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية بدأت الزيارات الميدانية للمرشحين والسياسيين تزداد لا سيما للمناطق الفقيرة حيث يستغل المرشحون نقص الخدمات في تلك المناطق والوعود بحلها كدعاية لحملاتهم الانتخابية في الوقت الذي كان من المفترض أن تقدم الكتل سياسية هذه الخدمات طوال الفترة الماضية لا أن تشتري بها أصوات الناخبين النائب عن محافظة البصرة محمد الطائي قال إن بعض المرشحين يحاولون كسب ود الناخب في المناطق الفقيرة من خلال إكساء الشوارع وتوزيع المواد الغذائية مشيرا إلى أن المحافظة تكاد أن تخلو من المشاريع الخدمية وأن 30% من سكانها يعيشون تحت خط الفقر ولم يقف السياسيون عند هذا الحد فقد أعطوا عوداً بالتعيين وإيجاد فرص العمل بالإضافة إلى شراء الأصوات بمبالغ تصل إلى 500 دولار بحسب نوع وأهمية المنطقة هذه المغريات لم تكن الحيلة الوحيدة للكتل السياسية للحصول على أصوات الناخبين بل إن هناك جهات سياسية تسعى لتزوير الانتخابات تماشياً مع أجندات خارجية لها مصلحة في ذلك بحسب ما أكدته قيادات في ائتلاف دولة القانون جميع ما يقوم به السياسيون في العراق لا يعد كونه مسلكاً غير مشروع لخداع الشعب بغرض شراء الأصوات والذمم وبالتالي فهو سلوك يتكرر مع كل انتخابات في العراق وبشكل متصاعد طالما بقي الوازع أو الرادع غائباً